زيارة هي الاولى والارفع للمنظمات الانسانية الى عدن عاصمة اليمن المؤقتة ذلك العنوان الابرز في يوم عدن الاخير اما في تفاصيله فقد شملت زيارة المدراء التنفيذيين لمنظمة الصحة العالمية واليونسيف وبرنامج الغداء العالمي وبحسب مراسل قناة بلقيس فان الوفود ستفتتح مكتبا للطوارئ والامداد في عدن بالاضافة الى مكتب اخر يماثله في صنعاء زيارة المنظمات الثلاث جاءت بعد وصول الرئيس التنفيذي لصليب الاحمر بيتر ماورر الى عدن وعليه تبدو هذه الزيارة مهمة وينتظر ان تأتي بالكثير من النتائج الاجابية خصوصا انها تأتي في ظرف فارق وحساس بالنسبة لليمن الذي يعيش اسوأ مآسي القرن حيث تفتك الاوبئة والامراض بعشرات الاشخاص يوميا وبحسب اخر احصائيات للامم المتحدة فان طفلا يموت كل عشر دقائق بسبب امراض كان يمكن الوقاية منها في حال توفر الحد الادنى من الخدمات الصحية مراقبون يرون ايضا بان هذه الزيارة جاءت للاطلاع عن قرب على الاوضاع في العاصمة المؤقتة خصوصا بعد الدعوات التي داومت الحكومة على اطلاقها خلال الفترة الماضية من اجل نقل مقارات هذه المنظمات الى العاصمة المؤقتة وهو ما لم يتحقق حتى الان اشتركوا في القناة